وعلى صعيد آخر يتوجه اليوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في زيارة رسمية إلى روسيا وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذ سيؤكد استعداد الإمارات على دعم الجهود الدبلوماسية والسلمية لحل أزمة أوكرانيا تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة 55% من إجمال التجارة الروسية الخليجية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو ملياري دولار وعلى صعيد الاستثمار تعد دولة الإمارات الوجهة العربية الأولى للاستثمارات الروسية وتستحوذ على 90% من إجمال استثمارات روسيا في الدول العربية وفي المقابل الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا وتساهم بأكثر من 80% من إجمال الاستثمارات العربية فيها ويبلغ حجم رصيد الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين الإمارات وروسيا نحو مليار وثمانمائة مليون دولار وحققت الاستثمارات الأجنبية الروسية المباشرة في دولة الإمارات نموا بنسبة 13% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 اشتركوا في القناة